موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من قناة الاخبار المغربية اهلا والسلام بكم بداية بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية المانيا الاتحادية فخامت السيد فرانك فالتر اشتاين ماير وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها واعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد فالتر اشتاين ماير عن احر التهاني واطيب المتمنيات للشعب الالماني الصديق باطراد التقدم والرخاء وبهذه المناسبة نوها جلالة الملك بتطور المطارد الذي تشهده العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية المانيا الاتحادية مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع السيد فالتر اشتاين ماير من اجل ترسيخ روابط الصداقة الوثيقة والتقدير المتبادل بين البلدين وتحقيق تعاون مشترك فاعل يشمل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك ويرقى الى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين وطنيا قال رئيس والحكومة عزيز أخنوش أمسن بالرباط إنه تنفيذا لتعليمات الملكية السامية سيتم تمديد مدة سرفيا المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للسكان المتضررين جراء زلزالي الحوزة لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة نتابع ورقة عبداللطيف بن طالب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم تمديد مدة سرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للسكان المتضررين جراء زلزالي الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة وفق رئيس الحكومة عزيز أغنوش عقب ترأسي الاجتماع الثاني عشر لللجنة البينوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزالي الحوز الحمد لله البغائش يعني زيده القدام وكنتمنى أنه السكان يعني يخدهوا الدعم ديالهم السكان أنهم يزيدوا يصغعوا يعني في البنية ديالهم وبأمر من صاحب جلاله لا ينصروا سيتزاد هذا الدعم اللي كانت تعطى ديال ألفين وخمسمائة ديال الدهم سيتزاد بخمس شروق أخرى إن شاء الله لكي تعطي الناس لإمكانية أنهم يكملوا المنازل ديالهم في أحسن طرف اللجنة سجلت أنه إلى غاية ما تم شهر شتنبير الماضي تم إصدار أكثر من ستة وخمسين ألف ترخيص لإعادة البناء كما تطرقت اللجنة إلى تقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية بميزانية تقدر بأكثر من ستمائة مليون ديالهم في قطاع الصحة تم تأهيل اثنين وأربعين مركزا صحيا ذا أولوية وتم الكشف عن انطلاق أشغال الشطر الثاني لتأهيل أو إعادة بناء مائة وخمسين مركزا صحيا بتكلفة تفوق خمسمائة مليون ديالهم وعلى مستوى قطاع التعليم فتحت مائة وسبع وعشرون مدرسة أبوابها برسم الدخول المدرسي الجديد مع تواصل أشغال إعادة تأهيل اثنتين وأربعين مؤسسة تعليمية يرتقب أن تكون جاهزة نهاية الشهر وانبر المقبل وفي سياق متسر قال رئيس الحكومة عزيز أخ نوش إنه تنفيذ لتعليمات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس سيتم منح دعم مالي بقيمة مائة وأربعين ألف درهم للسكان الذين هدمت مساكنهم بشكل كلي جراء الفيضانات الأخيرة في الجنوب الشرقي للمملكة بينما سيتلقى السكان الذين تعرضت مساكنهم لهدم جزئيا دعما بقيمة ثمانين ألف درهم عودة مع عبدالنطيف بن طالب تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سيتم منح دعم مالي بقيمة مائة وأربعين ألف درهم للسكان الذين هدمت مساكنهم بشكل كلي جراء الفيضانات الأخيرة في الجنوب الشرقي للمملكة بينما سيتلقى السكان الذين تعرضت مساكنهم لهدم جزئي دعما بقيمة ثمانين ألف درهم وفق رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمر المولوي بشتة تخصص واحد الدعم دي الجزء المريع وخمسمائة مليون دي الدعم وأن البرامج غدي جي يعني من الميدان من عند الهزوط وعند الإخوان اللي هما في الميدان وغدي يمشي والواحد الصندوق اللي هو الصندوق الكوارد الطبيعية وغدي يعودوا يرجعوا بشي يتفاعلوا يعني في الميدان السيد أخنوش أوضح عقبة رأوسه الاجتماع الأول لللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات أن هذا الدعم يعد تعبيرا عن العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للسكان المتضررين من هذه الفيضانات ويتضمن برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية في موضوع آخر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أمس بالرباط إلى الخروج من منطق الاستهلاك السلبية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية للانتقال إلى الانتاج الاقتصادية لنتابع الخروج من منطق الاستهلاك السلبي في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية للانتقال إلى الانتاج الاقتصادي وما دعا إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية مضيفا أن المغرب والعديد من بلدان الجنوب مستهلكون رئيسيون للصناعات الثقافية والإبداعية لكن حضورهم يظل ضعيفا كمنتجين معترف بهم هذه المناظرة هي فرصة طبعا باش يتم تقييم هذه السياسات العمومية الموجهة للدفع بصناعات الثقافية في مجموعة هذه المجالات تكلم على صناعات المجال التقليدي التقافي تكلم على الكتاب المصرح الموسيقى السينيما ولكن هناك مجالات جديدة تكلمنا اليوم هنا نت في هذه المدينة من جانبها أكدت رئيسة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية نائل التازي أن الصناعات الإبداعية قطاع وعد يتعظم تأثيره كرافعة للنهوض بالعديد من المهن وستتيح الدورة الثانية من هذه المناظرة فرصة للنظر في مستقبل هذا القطاع الذي يخلق الثروة ويوفر فرص الشغل ويساهم في إشعاع المملكة الصناعات الثقافية والإبداعية أضحت تشكل مكسبا حقيقيا بالنسبة للمغرب وبات من الضروري تعزيز ديبلوماسية ثقافية مغربية كرافعة استراتيجية لتعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية وتيسير التبادلات الثقافية للاتحاد الأوروبي شرف في دعم ومواكبة هذه المناظرة ذلك أن الثقافة قطاع استراتيجي لكل الشعوب ونحن هنا نساند هذا التوجه في المغرب المشاركون دعوا في إطار أشغال المناظرة إلى إرساء شراكة قوية ودائمة بين الفاعلين العموميين والخواص في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية مؤكدين أن بروز وتطور الصناعات الثقافية والإبداعية يتطلبان شراكة جوهرية لتحفيز الابتكار ووضع إطار عمل شامل يسهم في تعزيز النشاط الثقافي والإبداعي في الورقة الدولية وصل رئيس الوزراء البريطانية كيرا ستارمر إلى العاصمة بروكسل في أول زيارة رسمية له للبلاد منذ توليه هذا المنصب تأتي لتقوية العلاقات الثنائية لسيما بعد خروج لندن من قائمة التكتل تقرير مراسلنا من بروكسل سامح رمضان في أول زيارة لرئيس الحكومة البريطانية كيرا ستارمر للعاصمة بروكسل منذ توليه منصب رئيس الوزراء زيارة تأتي على رأس عنوين سياسية بحتة أهمها إحياء العلاقات الثنائية بين لندن والتكتل لسيما بعد العكاسات بريكسل وتدعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤكد الوزير الأول البريطاني والذي صوت سابقا لصالح البقاء في الاتحاد في استفتاء عام 2016 على أهمية تنحية الخلافات والمضي نحو إقامة علاقات قوية مع القارة الأوروبية إننا مصممون على وضع الأعوام التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلفنا وعازمون على إقامة علاقة أكثر واقعية ونطجا مع الاتحاد الأوروبي وتكون هذه العلاقة قائمة على أسس مستقرة وإيجابية وهذا هدفنا ولدينا اعتقاد راسخا أن الشعب البريطاني يريد العودة إلى القيادة البريغماتية والمعقولة وهذا عندما رئيسة المفاوضية الأوروبية كانت من أول المستقبلين للضيف البريطاني نؤكد فوندغلاين على توافق الأوروبي مع لندن على صعيد علاقات ثنائية تجمعها الاتفاقيات القوية والشراكات الاستراتيجية نرحب بك في بروكسل ونؤكد أنه يجب علينا جميعا أن نستكشف نطاق المزيد من التعاون بيننا ونركز على التنفيذ الكامل والجاد لاتفاقية الانسحاب ونمضي نحو سياغة اتفاقية التجارة والتعاون باختصار لدينا الكثير من الملفات التي تحتاج النقاش وأنا أتطلع كثيرا إلى العمل معكم ومواصلة تعزيز علاقاتنا ونحن على اتفاق بشأن الكثير من الموضوعات بيننا تندرج زيارة كيرستار مرئي لبروكسل في إطار الرمزية السياسية البريطانية العاملة على تزليل العقبات الناجمة عن بريكزيت ولتبديد الفجوات السياسية بما يضمن الوصول لتحسين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في جديد الملف الروسي الأوكراني قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدة فرخني وكامينسكوي في منطقة دونيتسك الوزارة وضفت منظومة دفاعها الجوي أسقطت 32 طائرة بدون طيار أوكرانية من ناجاتها قالت ياتولاركانيا العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها خاضت نحو 60 معركة مع الجيش الروسي على الخطوط الأمامية مضيفة أن القوات الروسية شنت تحد عشر هجوما في اتجاه بوكروفسك وتم رصد أو صد ثمانية منها ولا تزال ثلاث معارك مستمرة ننتقل إلى القاهرة حيث يحتضن مقر جامعة الدول العربية أشغال الاجتماعي السابع للجنة العامة مفتوحات العضوية للخبراء الحكوميين وممثلية الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمشاركة ممثلين عن المغرب صفية عثمان والتفاصيل نظمت بالقاهرة أشغال الاجتماع السابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلية الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمشاركة ممثلين عن المغرب الاجتماع تنظمه إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الاجتماع اليوم هو لجنة من ضمن اللجان في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كان في شهر مايو الماضي ينعقد في مقر الأمانة العامة الجامعة الدول العربية الدورة الخامسة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد نحن لنا يومين مجتمعين على مدار يومين من خبراء هيئات الرقابة والإدارية والشفافية والنزاهة بالدول العربية في كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية كيفية اتخاذ الخطوات الملائمة في التجريم في استرداد الأموال في المتابعة في المتابعات الجنائية في الملاحقة وعلى همش الاجتماع السابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلية الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفسد انعقدت مؤخرا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة الثالثة لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفسد نبقى بمصر حيث تتواصل فعالية الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائية لدول البحر الأبيض المتوسط الذي يعرف مشاركة 140 فيلما من 26 بلدا منها المغرب وتميز حفل الافتتاح الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية بتكريم الممثلة المغربية سعاد خيي عن مجمل أعمالها الفنية عبداللطيف بن طالب الممثلة المغربية سعاد خيي تحظى بتكريم عن مجمل أعمالها الفنية في فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائية لدول البحر المتوسط تكريم تعتبر تتويجا لجميع الفنانات المغربيات المهرج الإسكندرية يحمل مهرجان من عبقل تاريخ ومهرجان أنيق وعريق بمواده بضيوفه بفقرات التي يقدم كمغربية أمثل جميع الممثلات المغربية وهذا شرف لي أن أكرم مع الكبار على مشوار المتواضع مهرجان الإسكندرية السينمائية لدول البحر المتوسط يعرف مشاركة 140 فيلما من 26 بلدا منها المغرب 13 فيلما منها ضمن مسابقة الأفلام الطويلة و30 فيلما ضمن مسابقة الفيلم القصير المرة من كرم سعاد خيوي واحدة من نجمات المسرح والسينما في المغرب الشقيق معنا طبعا دكتور عبد الحق المنترش رئيس مهرجان الرباط للسينما المؤلف دايما في علاقات جميلة بين الشعبين المصري والمغربي وفي تبادل ودايما موجودين عندنا ونحن موجودين عندهم ودائما فيه لقاء ودائما بنتعاون فيه تعاون بيني وبين الدكتور عبد الحق بقالنا يمكننا حوالي 12 سنة يماثل المغرب في عروض هذا المهرجان الشريط على الهامش للمخرج جهان البحار ضمن مسابقتين المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ومسابقة الفيلم العربي الطويل كما يشارك المغرب في إطار مسابقة الفيلم القصير بعملين اثنين عودة للشأن الوطني إلى أجادير هذه المرة حيث يجري حاليا ملجأ كبير للكلاب والقطاة الضالة وذلك في إطار الجهد المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة نتعرف على هذه الخطوة وأهدافها في هذا التقرير لحمزة الأخضر من علم تبدو الأشغال جارية على قدم وصاق لإنجاز مشروع ملجأ للحيوانات الضالة على مساحة تمتد لتغطي 3941 مترا مربعا يجري بناء هذا الملجأ الذي سيضم بين جنباته ألف كلب ومئتي قطة وفقا للمعايير الدولية لحماية الحيوان التي حددتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان هذه المبادرة تهدف إلى النهوض بالخدمات العمومية المرتبطة بالوقاية الصحية والسلامة العمومية كما أن هذا المأوى سيضمن بيئة آمنة ومستدامة لهذه الحيوانات ولسكان المدينة هذا الملجأ سيتم بنائه في مساحة أربعة ونصف هكتار سيكون فيه مأوى للكلاب مأوى للقطات إدارة ومصحة للتعقيم الهمية لدي هذا المشروع هو أنه سيساهم في المدى المتوسط في القضاء على الظاهرة لأن الهدف والهدف منه ليس أيواء الكلاب والقطات بشكل دائم وإنما الهدف منه هو التعقيم ثم تسريح على أسنه في المدى المتوسط سيتم التمكن من تحديد تكاتر هذه الكلاب والقطات في المدينة التي تجلل في المدينة ويهدف هذا الفضاء إلى تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للكلاب والقطة والضالة بما في ذلك التعقيم والتلقيح بهدف الحد من مخاطر والانتشار الأمراض والعدوى كما يعكس هذا المشروع الذي تعرف أشغال إنجازه تقدما ملحوظا التزام عاصمة سوس بالتنمية المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي بغية تحسين جمالية المدينة والحفاظ على البيئة الحضارية النظيفة ما ينعكس إيجابا على جودة الحياة اليومية للساكنة ورياضيا فازل الأسترالية جيمس كارو بلقب الدورة الرابعة عشر لكأس العالم للكايت سهر فولي العاد الأمير مولاي الحسن الاتحاد العالمي لرياضات الكايت 2024 رجال التي تحتضنها الداخل بعد تغلبه في النهائي على البرازيلية بيدرو ماتوس صفي عثمان وباقي التفاصيل الأسترالي جيمس كارو فاز بلقب الدورة الرابعة عشر لكأس العالم للكايت سيرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاتحاد العالمي لرياضات الكايت 2024 رجال التي تحتضنها الداخل بعد تغلبه في النهائي على البرازيلي بيدرو ماتوس تتويج جيمس كارو بلقب هذه المنافسة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جاء عقب حصوله على تقييم 17.17 نقطة أنا جد سعيد بزيارة مدينة الداخل والاستمتاع بمؤهلتها والمنافسة اليوم كانت محتدمة مما جعل الظفر باللقب أصعب وبلغ نهائي هذه المنافسة والظفر باللقب مرة أخرى يشكل فخرا كبيرا أزور مدينة الداخل للمرات الخامسة وأشعر بالارتياح كلما قدمت إليها وإنني أشيد بحسن الاستقبال وبكرم الضيافة هذا وتأهل أربعة مغاربة إلى الدور الثالث من منافسات الدورة وتأهل البطل المغربي منعم ماجي مباشرة من الدور الأول فيما تأهل الثلاثة الباقون عقب إجراء الجولات الاستدراكية ويتعلق الأمر بكل من محمد علي البقالي وإسماعيل أدرزان وغالي خطور وتعرف هذه التظاهرة الرياضية مشاركة 17 دولة ممثلة ب70 رياضيا كما يهدف هذا الحدث إلى الحفاظ على مكانة الدخل كعاصمة عالمية في مجال رياضة التزحلق على الأمواج بالورخة الرياضية من مدينتي الداخلة نصل إلى إنهاية النشرة نشكر لكم حسن وطيب المتابعة أتيب المنا